من يدخل بلدية حمد كرومة بولاية سكيكدا لا يمكنها أن يصدق بأن هذه البلدية تنام على خزينة تقارب المائتي مليار سنتيم وتعتبر تاني أغنى بلدية في الولاية من حيث مداخل الجباية البترولية والقاعدة الصناعية لكونها تغرق في القذارة ومظاهر التريف ما لها فقارة هي أغنية وما لها فقارة لا شيء هنا يوحي بأن هذه البلدية تتكدس في خزينتها عشرات الملايير لأن السكان هنا يتحدثون عن جملة طويلة وعريضة من المشاكل والانشغالات كما يتحدث عنها الواقع أيضا طريق مكسرة السكنية لا يوجد العائلة لا يوجد من ناحية الماء لا يوجد خلاص خطرة في الشهر لكي يجينا الماء لدينا مشكلة على تري سيتي صافي بالكويتون صب خطرة تعانو يروح هي أكبر بلدية غنية وهي أفقر بلدية لدينا دوزة بيسي هدو اللي يجي وراحوا دو ميل قربين الفين قربين بش نزيلنا ذلك هذي بلدية السطاد الأخاركي الناس ما عندناش سطاد رأنا في تشيف ما زالنا في العصر الحجاري ما زال ما تطورناش الطرق تشوف ها هالك هذي أغنى بلد لي يجي يحفر ويرح ويخلي حاولنا نقل انشغالة السكان لرئيس البلدية لكنه تهرب بحجة أنه في اجتماع والواقع أن هذه ممارساته اليومية هروب من المواطن وفرار من المسؤولية